تعالوا حضراتكم ناخد أول سؤال وصلنا بيقول السؤال أيوم أفضل السنة المؤكدة في ذبح الأضحية ولا شراء لحمة بنفس سعر الأضحية وتوزيع على الفقراء مع العلم أن الخيار الثاني سيوزع على عدد أكبر من فقراء في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها الحقيقة أني مش هنقدر نقيس السؤال دوت والجواب على السؤال ده زي زكاة الفطر لأن بعض الناس بيقولوا إحنا عايزين نعمل في ده زي ما بنعمل في زكاة الفطر إحنا خرجنا زكاة الفطر مال عشان ده أنفع للفقير في الوقت ده فإحنا عايزين نعمل الكلام ده في الأضحية باعتبار أن الأضحية كمان هي المقصود فيها اللحمة لا المقصود في الأضحية هو النسك العبادة لأن العبادة هنا كانت عبادة التضحية فداءا لسيدنا إسماعيل فالعبادة نفسها مقصودة هنا العبادة نفسها مقصودة اللي هي فكرة أنه يبقى فيه ذبح فلو حد سأل هي الأضحية تحصل بمين هي المسألة السؤال دوت مش هيبقى السؤال أننا لو جبت لحمة بعدد الكلوات الموجودة في الخروف وما دبحتش هل ده معنى كده أننا هتبقى دي أضحية يعني لو اشتريت لحمة ووزعتها هل دي تاخد سواب الأضحية لا هتاخد سواب الصدقة لكن الأضحية لازم يكون فيها ذبح لأن دي شعيرة لأن ده نسك دي عبادة يبقى إذن ده نوع من أنواع العبادة وهي أن تكون هناك شيء اسمه الأضحية فصحيح الأضحية تدخل تحت المفهوم الواسع للصدقة لكن لأن الصدقة معناها أن واحد بيخرج من شيء من ماله لله سبحانه وتعالى وللناس ويوزع على الناس لكن يظل أن الله سبحانه وتعالى كما ورد في الحديث يحب إهراق الدم في هذا اليوم يعني إيه؟ يعني بيحب امتثال ويحب الزكرة ويحب أن نحن نفهم فلسفة ونفهم حكمة الأضحية حكمة الأضحية أن الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان مكرماً في سورة سيدنا إسماعيل ففدا بزبح عظيم ففدا يعني إيه؟ لم يكن بس فداء سيدنا إسماعيل كان فداءاً لسيدنا إسماعيل بس بل كان أيضاً فداءاً للبشر فداءاً للبشر يعني إيه؟ يعني خلصنا البشر من أنهم يزبحوا فكان هذه السورة سورة تكريم الإنسان بأنه ليس كالحيوان بل الإنسان مكرم فلذلك هنا جاء المقارنة ما بين أن يزبح سيدنا إسماعيل لا الإنسان لا يزبح ولكن ليه؟ لأن الإنسان كريم إذن كرامة سيدنا إسماعيل وصيانة روحه ومهجته من الزبح مع أن الرؤية دي كانت رؤية نبي ده لبيان كرامة البشر كلهم ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم تكرر معه نفس الكلام عشان يبان أنه من خيار الناس فإن اللي حصل؟ فنجى سيدنا عبد الله كذلك من الزبح يبقى إذن فكرة وجود الزبح هنا ده جزء من الذكرى جزء من تكريم الإنسان وجزء كمان من نفع الناس يبقى إذن العبرة هنا مش قضية اللحم بس العبرة كمان الشعيرة دي لابد أن هي تكون موجودة فأي الأفضل اللي هتتحقق الأطحية بالزبح طب أنا إيه اللي حاصل؟ هو أنا لازم أزبح بيدي؟ لا ممكن حد يزبح مكاني بس هو الشاهد أني أيهما أفضل أشتري لحمة ولا أزبح لو اشتريت لحمة دي صدقة لكن الأطحية لابد أن يكون فيها زبح لابد أن أنا أزبح من نفسي؟ لا ممكن أقل حد يزبح عني لكن في الأطحية لابد من الزبح يبقى إذن المسألة واضحة هنا مفيش أفضلية لا هي الأطحية هي التي فيها زبح لكن شراء اللحم هيكون من قبير الصدقة طب حد يقول لي ده ماما بس ده فيه مصلحة كويس اللي بيقصد هذه العبادة ويقصد هذا الفضل لابد أنه يلتزم بيه اللي عايز هذا الفضل ممكن يلتزم بيه زي بالضبط اللي عايز عبادة بعينها بيلتزم بيه الكيفية التي أرادها الله سبحانه وتعالى لها نعم